بعد ما تعرفنا على المكسيكي في فيلم كازابلانكا دلوقتي بنتعرف على الارجنتيني في فيلم حملة فرعون كده معادش فاضل غير طب علي النعمة ما نمكمل النقطة احداث فيلم حملة فرعون بتدور في اطار من الاكشن الكثيف حول عملية انقاذ يحيا الشهير بفرعون بيعرف ان ابنه اتخطف على يد احد المجموعات اثناء الحرب في سوريا وبيقرر يكون فريق من ذوي المهارات القتالية المختلفة لتحريره المشكلة بس ان مش كل اعضاء الفريق عارفين هدف المهمة الحقيقي واغلبهم فاكرين انهم رايحين للحصول على كنز كبير مدفون في منطقة الصراع فيا ترى ايه اللي حيحصل كلام كتير تقال من ساعة التريلر ومن قبل التريلر كمان عن اصل فكرة الفيلم ناس كتير قالت انه معالجة جديدة لقصة سيفن ساموراي او داماجنفسن سيفن وناس كتير قالوا انه متأثر اكتر بفكرة دي اكسباندبلز والحقيقة هو ميال اكتر لقالب داماجنفسن سيفن مع استعارة عمصر مهم من دي اكسباندبلز وهو تجميعة نجوم الاكشن من السينما ومن الرياضات القتالية وفنون بناء الاكسام وعموما فكرة هو منقول من انهي فيلم دي مش مهمة اوي لانه على اي حال فيلم وحش قالب اكشن مكرر مدجج بالاسماء الجذابة بدون اي افكار تذكر وبعناصر سينمائية متيرة للاحراج فصول الفيلم معروفة لاي حد شاف اي فيلم مشابه قبل كده وهم كتير جدا تقديم اسباب المهمة وبعدين توظيف الفريق وبعدين النجاح الخادع اللي تاليه الهزيمة الصادمة وبعدين تكاتف افراد الفريق لتحقيق الانتصار النهائي الحاسم كل الافلام اللي قررت القالب ده لعبت على نفس الخطوط الدرامية لمساعدة دفع الاحداث يأتي في مقدمة الخطوط دي تشابك العلاقات داخل فريقنا ومعاها توصيل رسالة رفض الظلم والطغيان من اهل مكان الصراع نفسه وللامانة الخطين موجودين في حملة فرعون ولكنهم بهتين جدا لدرجة ان يمكن المشاهد ما يلاحظهمش وده لان الفيلم مركز على الاهم وهو تقديم وحوش الشرق والغرب لأول مرة في فيلم العيد اتوا جميعا من الشاشة والبساط والحلبة والمطرح اللي بيقف عليه بتوع كنال الاجسام ايا كان اسمه يعني لتقديم ثنائيات ومثلثات هتبقى حديث الجمهور لسنوات وسنوات شاهد مايك تايسون يواجه The Mountain شاهد The Mountain يواجه كرم جابر شاهد مايك تايسون يواجه كرم جابر شاهد مايك تايسون ومحمد لطفي يولاك كمان بيج رامي وده الحقيقة اجمد مشهد في الفيلم كله لو الحاجات دي مزغللتش عيون حضراتكم كفاية للأسف هتضطروا تركزوا في الفيلم والنتيجة مش هتبقى مرضية لأي حد لان ولا واحد من اللي قلتهم دول باستثناء محمد لطفي للأمانة عنده اي فكرة عن التمثيل مشاهد The Mountain مع مايك تايسون حاجة كيوت بشكل مضحك عاملين زي ما يكونوا تلاميذ في ابتدائي في مشهد من مصرحية عيد الام كرم جابر اللي يعتبر قاسم مشترك ما بين اعنف مواجهات الفيلم لما كان بيتكلم كان بيبقى عامل زي ميكي لما كان بيقول بس كده حيبقى عليكم حق عرب بيجرامي يعتبر اصلا مش في الفيلم ولما ظهر عمل تعبير تمثيلي واحد بس وعمل وحش وهو للأمانة محدش المفروض يطلب من الناس دول انهم يقدوا يعني هم اصلا جايين لمشاهد الدعك والطلفيش والغسيل والشطف والتنشيف بس المصيبة ان حتى اداءهم في المشاهد دي فقير جدا عارفين لما كنا بنتكلم عن المدربين الاجانب اللي بيجوا ياكلوا عيش الاكشن في حملة فرعون للأسف ركز على الكمية على حساب الجودة والتنوع المواجهات والمعارك كتيرة وطويلة ومملة الاكشن الجديد والمتنوع فعلا هو بس مشاهد الشقلباز والبركور بتاعة رامز امير وروبي ومشاهد شخصية روبي طبعا كل الصعوبات اللي فيها هي شغل بديل مخاطرات واللي خلى ده باين قوي هو ان رامز امير عامل كتير من مشاهده ان لم تكن كلها يعني بنفسه وده لو يوضح حاجة فهي ان فريق الفيلم التقني لما لقى حاجة حلوة عرف يخدمها ويبروزها ولكن في اغلب الوقت المواد اللي كانوا بيشتغلوا بيها ما كانش فيها حاجة تتخدم الناس مش عارفة حتى تنضرب يا جماعة وده كان باين من المشاهد اللي في التريلر العتل والتعزيم واضح عشان كل واحد يتلقى ضربة يقوم ينطي لبعيد وده يخليني اقول ان في رأي فقر مشاهد الاكشن هو فقر تصميمه وافكار على مستوى التفاصيل اما على المستوى الاعم للفصول فقدر اقول ان الدنيا كانت ماشية بشكل مقبول لحد مواجهة النهاية شكل مقبول ده اكيد ما يعنيش انه كان حلو او مسلي او فيها اي حاجة تستحق الشكر ولكنه شغال مواجهة بيحصل فيها ضرب كتير بتنتهي على نتيجة واضحة وبنتحرك مواجهة النهاية بقى فعلا فيها ضرب كتير ولكنها لا كانت بتخلص ولا كانت بتتحرك الناس عملت موت والفريقين ما بينقصوش وبرضو مفيش ولا لحظة فيها ضرة ابتكار مواجهة كده لو عاوز حكيها الواحد صاحبي مع حرية حرق حقدر ألخص له نص ساعة في ثانيتين قعدوا يضربوا في بعض فلان عاش وفلان مات وخلاص على مستوى الدراما فالدنيا للأسف مش افضل حالا لا على مستوى الاحداث ولا على مستوى التكسيد ولا حتى على مستوى التقنيات والفنيات المصاحبة الموسيقى التصورية مثلا مشيت بنظام من كل حارة عفريت مفيش أي تناسق كل اللي موجود هو فرد أحسيس ومشاعر معينة على المشاهد تسمع المزيكة دي تسخن تسمع المزيكة دي تحزن تسمع المزيكة دي تضحك لو ليك نفس يعني على مستوى التمثيل ففي ناس كتير ما عندهمش مشاكل بس في نفس الوقت ما عندهمش لحظات تكسيدية برزة زي عمر سعد ومحمود عبد المغني ولطفي وروبي ورمز أمير أو معلش برضو عشان أكون منصف لحظات تأثرهم الشديد كانت فقيرة جدا وده في ظل أجواءنا العامة الأكشنية الكارتونية حمدي المرغاني والمسؤول الأول عن التخفيف الكوميدي في الفيلم غير موفق تماما على مستوى الأدوار الثانوية بقى فالموضوع بشع الراجل ده من أول لحظة لآخر لحظة لدوره في الفيلم عنده تعبير واحد مسبهل الممثلة اللي قامت بدور الزوجة السابقة اليحية تمثلها بيوجع العين يا جدعان وفراس عيد نفسي ألاقي سبب واحد يخليه أحد أهم الوحوش في فرقة المرتزقة معاه أبنيهات للمترو مثلا يعرف زابط في أمن الاستاذ مثلا بيدخلهم المطشط ببلاش يا جماعة خناءة نقل الأفلام دي موجودة من فجر التاريخ وبلغني يعني أن العالم كله اتفق على حاجة وهي أن النقل أو الاقتباس يعني شيء مقبول طالما في سبب وإحنا بنشوف أستاريس بورن مثلا ما احنا كنا عارفين كل فصول القصة بس كنا مهتمين نشوف مفردات المعالجة والرؤية الفنية للمخرج وإضافته شمس الزناتي مثلا لما تعمله كان فنيا وتقنيا ضعيف ولكن كان له داعي سياسي وقومي حملة فرعون بقى لا عنده سبب ولا داعي ولا إضافة ولا رسالة أو الحقيقة هو عنده رسالة ولكنها لا تقل في ساذجتها عن أي عنصر تاني في الفيلم الشيء الوحيد الإيجابي في الفيلم هو أني أخيرا بشوف ممثل مصري كويس بيجتهد للتميز الحركي الحركي ومش بس البدني واحد تعب وهان نفسه اسمه رامز أمير أتمنى يكون عندنا حد عنده شوية مخ يقدر يفكر كنز زي ده ممكن يتعمل بيه إيه تقييمي لفيلم حملة فرعون هو 3-18 وده بس عشان خاطر رامز أمير وعشان خاطر فكرة تايسون ولطفي اللي بيلكمه جمد بعض دي جمدة جدا منقشة الحلقة هل في رأيكم تجربة استقدام نجوم عالميين لو صح التعبير يعني في الأفلام المصرية مؤخرا كان له قطر إيجابي ياريت تساهموا برأيكم في الكومنتز ياريت تعملوا شير ولايك للحلقة لو عجبتكم اشتركوا في القناة وشغلوا جرس التنبيهات عشان تجيلكم الحلقات أول بول وتابعوني على فيسبوك و تويتر وبي باي